حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف من تفشي الكوليرا من العراق إلى سوريا والبحرين والكويت مع استمرار توافد الملايين للمزارات الشعية في العراق وقال مدير المنظمة في العراق بيتر هوكينز أن هناك مخاطر من تحوله إلى وباء إقليمية وذلك بعد أن تسبب المرض بمقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من ألفي شخص في غرب العاصمة العراقية بغداد منذ سبتمبر أيلولا الماضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر